بالله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع بعض فأهلا ومرحبا بكم هذه الكلمة التي تكون ختاما لموضوعنا المبارك الذي كنا فيه يومين مستالعين وجزى الله القائمين لهذا المشروع والمشاركين العلماء والقلوة الأين جزاكم الله خير وبركة الله فيكم الحمد لله الحمد لله الشيخ said we give thanks to Allah we praise him, we glorify him we pray he restores his peace and blessings upon our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and to his house and his confinants and every Muslim that walks upon the Abatiya and Qiyamah he said inshallah this is going to be the final and last sitting of this conference that had been put down by some brothers in Islam we pray Allah SWT and I rewards them all and makes it very beneficial for all وموضوعنا في هذا اللقاء سوف نتحدث عن أحكام الوضوء الوضوء هو هذا العمل الجديد الذي نعمله قبل كل سلاح وهو واجب لكل سلاح سواء كان السلاح سنة أو واجب إذا أردت أن تسلي فيجب عليك أن تتبطت بدون وضوء لا تسح السلاح فالوضوء عبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطيل عندما يجتمع الخرق يوم القيامة أمة محمد تغرف بمكان الوضوء المكان الذي تغسر عند الوضوء يكون له نور فبهذا تعرف أنك مسلم مؤمن تسلي نعم شيخ قال حسن لأنه مؤمن تسلي من جميع أن يكون مؤمن تسلي المصدر من الشريعه، ذلك che رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يوم القيامة أننا سنهادني الذين فعلوا كل دعواناتUR وفعلوا أساسي ويوم القيامة سنهادًا معلوا الوضوى السياح و المصدر ومن فضل الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخل من تحت أداخله عندما تتوضأ كل عضو ترسله تقلل خطاياه التي فعلت به عندما ترسل وجهك كل خطاياه نضرت إليها استمعت إليها تقلل من ماء الوضوء وهكذا كل جسمه هذا الفضل الوضوء And one of the virtues of wudu, of performing ablution before salah is that Rasulullah صلى الله عليه وسلم says anyone that performs ablution wudu either to pray or without prayers so anyone that makes wudu, every part of his body that he washes or he touches with water during the wudu every sin that that person had committed with any of that part of the body is actually going to be washed away and rinsed away with the water of the wudu until or until the fact that if one performs wudu and washes his hands so all the mischief he committed with his hands so the water or everything, those sins are going to be dropping with the water that drops from his hands So in order for the wudu, the person wants to be beautiful and beautiful so Rasulullah صلى الله عليه وسلم says تبلغ الحذية من المؤمن حيث يبلغ الwudu عند يوم القيامة في جنة فتلطى ما يجمل به من الماس، من الذهب، من المجوهرات التي تلبس، يعني التي تتجمل به يعني تلبس قدر ودوك في أماكن الwudu فقط يعني إذا طولته يكون لك طويل وإذا قصرته يكون عنك قصير إذن يعني أشياء الذي يتجمل به يوم القيامة في الجنة حسب الwudu And the shaykh says يوم القيامة when the Muslims enter the jannah so Allah صلى الله عليه وسلم is going to make us wear clothes of adornments and someone that makes wudu that makes a law of wudu is going to have more adornments and more things to beautify himself with in the jannah or someone that makes less wudu or someone that doesn't make wudu properly is going to have shortage in the things he's going to adorn himself with in the jannah فالوضوء قلنا للصلاة واجب لكن هناك أماكن يستحب فيه الwudu لا لا يجب ليس بواجب بل إنه يستحب أولا عند ذكر الله تعالى عندما تريد أن تذكر الله أن تقرأ القرآن أن تذكر الله أن تذكر الله يستحب لك يعني يمدف لك أن تتوضى رسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في الخارج فذهب إليه وأقرأ عليه السلام السلام عليكم يا رسول الله سكت الرسول لم يرد عليه السلام ثم خرج من ذاك المكان فتوضى فقال وعليكم السلام ورحمة الله لأنني أرى كريت أن أذكر الله على غير الردو سكت الرسول فقال One of the sahabas رسول الله صلى الله عليه وسلم saw رسول الله صلى الله عليه وسلم making urine in somewhere and he said سلام صلى الله عليه وسلم but رسول صلى الله عليه وسلم did not reply to the teslim then after رسول صلى الله عليه وسلم made wudu and came back to the person he replied to the salam so رسول صلى الله عليه وسلم told him that the main reason why he hesitated from making back the salam to him was because he doesn't want to say the name of Allah while he is not on purification which is wudu ثانيا عندما تريد النوم عندما تريد أن تنام يستحق لك أن تتوضى لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضى wudu'ك للسرع قبل النوم تتوضى وتنام هذه السنة وكذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم الذي توضى ثم نام على شده الأيمن وقرأ هذا الدعاء اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وحق ألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل فإذا مدت مدت على الفطرة وجعلهن آخر ما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم says anyone that comes to his bed to sleep and makes wudu' and after that he sleeps on the right part of his body and says اللهم أسلام تنفسي إليك meaning Oh Allah I've surrendered myself and my soul to you وفوضت أمري إليك and I have left all my affairs for you to rectify them ونجأت ظهري إليك and I'm as well putting my back on the bed for you رهبة ورهبة إليك in fear of your punishment and I'm also aspiring that you give me مخيب from you لا من جاء ولا من جاء مك إلا إليك there is no way I'm going to run to apart from you الله صلى الله عليه وسلم أمنت بكتابك الذي أرسل I've had belief in the book that you've revealed and your prophet that you've sent so he says anyone that does that if he dies from the sleep so such person had died upon the fitrah upon the right path of Allah so for that reason make this dua the last thing you say before going to bed ثالثا الذي عنده جنابه نام مع زوجته تريد أن تفعل ثلاثة أشياء تريد أن تنام تتوضأ قبل النوم تريد أن تأكل أو تشرب توضأ قبل ذلك تريد أن تجامع زوجتك مرة ثانية توضأ قبل ذلك هذه السنة so the shaykh says there are three things three major things that when you want to do them wudu is not obligatory for you to perform but it's best if you do them the first one is when you want to sleep you make wudu the second one when you want to eat as well a lot of people don't really know this إذا كنت جنوبا إذا دمت مع زوجتك وأصابك جنابه طبل النوم من الجنابه تتوضأ نام he says if you're someone that you've got جنابه for example you had intercourse with your wife and you want to sleep before you sleep it's best if you make wudu and at the same time before you eat it's best if you make wudu and at the same time before you go for the second round it's best if you make wudu وهكذا هذا مروي عن الربي صلى الله عليه وسلم رابعا الوضوء قبل الاغتسال تريد أن تقتسل أي غسر يستحب لك أن تتوضأ قبل ذلك ثم تقتسل هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم At the same time anyone that wants to perform a ghusر which is the ritual bath so it's advisable for you to make wudu before that any type of ritual bath you want to make you should make wudu first then proceed to the ritual bath طيب كيف يمكن أن نتوضأ أولا قبل أن نبدأ بهذا أنصحكم ألا تتوضعوا وتسرفوا في الماء يعني شائعين إما أن تجعل الماء في شيء وتتوضأ من هذا الإناء وإما أن توقف الماء وتأخذ الماء لكن أن تفتح الماء وتتوضأ فالحرام The shaykh wants to talk about how we perform wudu but he says before that there is an advice the shaykh likes to give us which is the fact that anytime we try to make wudu we should always make sure we don't waste water so it's either we take a bowl and we get water into it and make wudu from it or anytime we're using the tap so we stop the tap after taking the portion we need for that specific part of our body then we close it so after that we take and we close as well ثمن ثمن ثمنI في أما غسل الأعضاء فيجوز لك أربعة حالات أن تغسلها مرة 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 تغسل الوجه مرة واليد مرة وهكذا بكل مهم تغسل مرة مرة أو تغسلها مرتين مرتين أو تغسل ثلاث ثلاثة وهذا يجوز أو تخلط بينها تغسل هذا واحد والذي يليل أثنين والذي يليل ثلاث هجل كل هذه الأربعة جائدة وثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ قال ولا يجوز أن تبسل أربعة مرة فهذا حرام ويجوز أن تبسل أربعة مرة لكي تبسل أربعة مرة لا يجوز أن تبسل أربعة مرة هذا يبسل إذا شككت حواليك الثلاثة أو اثنين فأعتبرها الثلاثة متوقف خذ الأكثر إذا حقاً لكي تبسل إذا كنت تبسل أربعة مرة أو ثلاثة فقط تبسل الأربع ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة هل تكون المتوضغ مسلماً لا يجوذ للكافر أن يتوضى ولو تتوضى لا يشح منه فالزميل الذي يريد أن يدخل الإسلام لو غريته يعني كيف يتوضع يتوضع معك واجبته إلى المسجد وقبل الصلاة يعني أخذ الشهادة ودخل الإسلام لا يجوز له أن يسلي بهذا الهضو For example, if you've got a friend that is a non-Muslim and you bring him to the masjid to pray so when you make that person he does the wudu first and after that he comes to the masjid he takes the shahada and he prays with it so that salah is not going to be valid because the wudu wasn't valid Why? Because he made the wudu before he entered into Islam by making the shahada So if you stay out of this kind of problem so it's best if the person takes the shahada from the house and after that he makes the wudu and comes to the masjid and preserves his salah So as well, someone has to be the same person he has to be in his right senses For example, a mad person can't make wudu and if he makes it he's not going to be accepted from him and as well, a woman who is on a menstrual cycle so she as well should not make wudu and if she has the intention of making wudu and she loves it she's going to be a sinner before Allah SWT Any water you're trying to make wudu with it must be a very clean water and if it's a dirty water then the wudu is not accepted So any water you're trying to make wudu with must be something that is halal meaning it must belong to you If actually you steal water from someone and make wudu with it or you hijack water from someone and you make wudu with it it's not going to be accepted before Allah SWT So some people, some scholars say such person, he's got the reward of the ablution and it's accepted but he's a sinner before Allah SWT So another thing, another condition for an acceptable wudu is that anyone that wants to make wudu must make sure that he takes out of his body anything that can stop water from penetrating into the body For example, a woman who's got pins or some other things or her fingers so she should always take all of them off before making wudu so the water can penetrate into the body So the place is where we can perform ablution there is no specific place where we can make wudu you can make wudu anywhere you can make wudu in the masjid you can make wudu in your house you can make wudu in the market anywhere So one of, let's say the first part you wash when you try to make wudu the first obligatory part is the face and when you wash the face you don't just wash only the face you make the madhmada which is putting water into your mouth you wash the water you wash your mouth with the water then you spit it out and as well you sniff water into your nose you take it out then you wash your face ثانيا غسل اليدينه فاليدان غسلها إلى هنا إلى هذا العضو تغسل إلى هذا العضو إلى هذا المكان تغسل كله ليس بعضه يعني تغسل إلى هذا الجزء كله So now and when you're trying to wash your hands as well you wash your hand from the fingertips to your elbow you wash all of them you don't wash some and leave some you wash all of them totally from your fingertips to your elbow ثم مسح الرأسي ومعه الأذنان والمسح يكون هكذا تأخذ الماء وترمي به تمسك يدك هكذا هكذا هذا تجعله هنا تمشي به إلى هناك إلى الوراء ثم تعيده إلى المكان الذي بدأت منه هكذا مويا ثم كذا تمسي به إلى الوراء ثم تعيده إلى المكان الذي بدأت منه من هذين تجعله في الأذنين وهذان تجعله في خارج الأذنين خارج الأذنين خارج الأذنين وهذا في الداخل وهذا في الخارج كذا تسمى غسلت وجهك هذه العملية مسحت رأسك هذا مسحت رأسك هذا مسحت رأسك بنفس الماء ليس بماء جديد بمجرد أن أمسح الرأس يمسح الذنان مع بعض كلها لأن الحديث في رواية حديث مسلم يقول والسطور من الرأس بنفس المسحة يعني مع بعض عندما تريد أن تقوم بخارج الأذنين قمت بخارج الأذنين وتضع الأذنين ثم تضعها تفعلها لتضع الأذنين لذلك كما تبقى ابداعها ثم تضعها ثم تضعها ثم تضعها ومع أيضا من خارج الأذنين تضعها ثم غسل الرجلين ثم بعد ذلك الترتيب بين الأعضاء ترتيب واجب أولا غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين هذا الترتيب ليس بسنة واجب لو بدأت من اليد فهذا حرام لا يجز لك ثم بعد ذلك تضيفك تنسح لجبب بائعين تنسح لجببتك تنسح لجببتك تنسح لجببتك و تنسح لجببتك تنسح لجببتك ينسح لجببتك هذا هو تصنع لجببتك أنت تنظر من أجنبك إلى أجنبك، إلى أجنبك، إلى أجنبك، ثم إلى أجنبك. لذلك هي كيف يجب أن تنظر. لأن تنظر أيضاً من أجنبك من أجنبك. هنا سؤال. هل يجب أن أرتب بين اليمين واليسار؟ في اليدين وفي الرجلين. هل يجب أن أقصي الأول اليمين ثم اليسار؟ أم أستطيع أن أخلط؟ هناك يجب أن يجب أن أجنبك. شيخ يجب أن يجب أن أجنبك المساعدين وفي الرجل التواصل. إن سنة لها تنظر. سُنَّة؟ سُنَّة منهم قال؟ أنت؟ صح، سُنَّة صح، سُنَّة ليس بواجب يعني أن تقدم بين الرضو الواحد يبدو مين هو يساره سُنَّة ولوما لأت مثلا باليسار ثم غسرت اليمين ما في حرامة لكن أفضل أفضل أن تقدم اليمين لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدم اليمين أولا هذه سُنَّة فقط ليس بواجب إِقَى السَّيخِ بأس حالا سُنَّة لن تكون لدينا الحيدية سواء ون يغلقوا هناك شخص غسرت وجهه ثم غسرت يديه ثم غسرت رجله ثم مأسحر أساوه قال لنا أو نخلي أخلص المقصولات ثم آتي بالمسموحات ماذا نقول له ماذا نقول؟ المتواطئة غير المتواطئة غير المتواطئة متفقدت؟ تفقدت بقول لكم؟ ساحب وضوء ترك الترتيب ترك الترتيب نقول له إذا كان الآن الجديد هو يتواطع نقول له ما بعد اليد غير سالحة الوجه واليد صحيح لكن الرأس صحيح لكن لا بد أن تغسل بعد الرأس رجل يقول له يعني تغسل الرجل مرة أخرى هذا إذا كان الوضوء الآن لكن إذا فعله في البيت وأجاء وأخمرنا هنا نقول له تواطع من جديد ماذا نقول له إذا كان لديه مرة أخرى إذا كان لديه مرة أخرى لديه مرة أخرى له، لديه مرة أخرى فى الأ tweets يكذّ كِ اتمام ولكنه مستحيل قبل أن يكون بالنزل و سأعود ذلك بعد ذلك ولكنه لو كنت كان مستحيل فقط قبل أسفقه والذي يدخله أنه يمتعه فلن ألم أنه يمتعه دمعه للمساعدة الأخير هو الموالات لا يحتاج إلى أن يتوال بعضه مثلا إنسان غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه وقال وكانت الشوق والله لا أستيعي أن أخلع الحداء هنا خلي أذهب للبيت أنت أقسل في البيت بعد نسي ساعة جاء للبيت وغسل رجله وصل ماذا نقول له So for example someone or let's say start with the fact that one of the things that are also essential is that we have to do everything accordingly at the same time we have to do all of them together so for example someone makes wudu he washes his face washes his hand he wipes his hair and says you know what I don't want to take off my shoes now so I'm going to do that later so he does that and probably after half an hour he gets home and he washes his leg and he comes to the majd to pray such person is his salat is it valid or is his wudu valid the shaykh is asking us because the person did not do everything together so the wudu is mustahy saw so the other you washed your face you washed your leg washed your head and you washed your head before you turn the man you get your friend you get your friend you break the attitude and you talk about it you talk about it a bit then the meeting and you came to your wardrobe what will you say ماذا نقول له إذا كان الزمن قريباً سهلاً وإذا كان الزمن بعيد تحدث كثيراً يقول له ابدأ من جديد كيف نعرف قريباً بعيداً إذا جف العضو الذي غسلته إذا جف العضو الذي غسلته زمن بعيداً لابد أن تضضع من جديد لكن إذا كان العضو كله ملد أن الزمن قريباً لا يوجد مشكلة إذا كان في هذا الشيء الأمر يريد أن تخ ؟ ف är Gunzo ف the parts of the body that I have washed previously when they've all dried off or let's say the body washed before that part is kept or before the part he took late so if that part dry off then we say it is not because it's taking a very long duration. But if the path is still wet, then we say it is because it's taking a very short duration. Another question is someone that's got his second hand. For example, he has one hand, he has the right hand, and the left hand had been cut off. So he washes his face, and after that, he washes the first, for example, like the right hand, which might not be possible, but he does that, and he leaves the other one. So is the wudu sahae, or what has he got to do? Sheikh Zizid should answer the question. So they say either the person calls someone who wants to help him wash his hand because he might have to do it. and it would not be possible to wash the hand without the other, or he puts the hand into water and make sure he washes it. So that person, his wudu is valid. Why? Because he's not got the other hand to wash. So now, inshallah, we're going to talk about things that spoil the ablution, the wudu. Firstly, is that anything that comes out from the front or the back as waste is always going to spoil the wudu. Everything that comes out from the front and the back, for example, urine, excretion, mani, like the sperm, and any other thing like that, spoils the wudu. So anything that can make you go insane for a while is actually going to terminate and spoil the wudu. For example, someone that became mad after the wudu, the wudu is full, or someone that slept and was in conscience at the time, so that person, his wudu is not valid anymore. Or someone that actually fainted, and by the time he woke up, so he had to observe salat. So the wudu he made before he fainted is not valid anymore. So the Sheikh says, inshallah, here's where we're going to stop, so if anyone's got any questions concerning wudu, concerning salat, concerning the rudens of wudu and salat, so we should ask the questions, inshallah. What's the thing that breaks your wudu? Because a lot of people are telling me, swearing breaks your wudu, and bleeding breaks your wudu. What breaks your wudu? What breaks your wudu? Sheikh says, what are the things that you don't have to do? What are the things that you don't have to do? Sheikh says, all of this, you don't terminate the wudu, you swear, or you do anything, or you lie, it doesn't terminate the wudu. All of these that we've mentioned, how do you think so, actually? No, 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 no. It's in common, as well, invalidating. Yes. 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 Thank you. There are many people who are speaking to the wudu, we speak to the temple, so how do you hear from the27 of the handmade? Yes. That is why that is the main question. That is a very important question. الحمام هو مكان قضاء الحاجة فقط جنبه ليس الحمام لأن رسوله كان يجلس في الخارج ويبول ثم يقف ويخط خطوة واحدة فقط ويجلس يتوضى ويذكر الله إذن يعني الغرفة نحن لا نذلل الغرفة غرفة ممكن مكان للجلوس ومكان للرضوء مكان للقص الممكن يعني يداب دون شامتنا ثلاثة ممكن يعني في نفس الغرفة عندما تكون في مكان للجلوس فقط يعني قضاء الحاجة هنا الحمام فقط لا تذكر الله عندما تقف منه ما في مشكلة تذكر الله تعقر ربرا ما في مشكلة لأن أنت لست في الحمام أنت خارج الحمام يعني فقط المبنى هو الذي جمعه تذكر الله تعقل ربرا ما في المشكلة جميل أنها كالتوارس، أو البطروم، في شريعة، مجلوبة أيضاً مكان هذا الفيديو من المدينة، هذا الفيديو من المفهرة، بالطبع تفاف الثاني، أنت إذن فالشريعة، معلومة المفهر، ولك لأني رسم الله، أنه مقام الله، فإن규، على استخدام شخص، سيقوم. ومع تفافيه، ومن ثم ت sostفظه، ثم يسيط على وضوه ومع أنه يملكه 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 هناك فهي فهي في المغرب وحيث في الأشياء أماكن في حياتنا ويجب أن يكون الجهدية لكي أردت إلى اللعين ويجب أن تكون مكفرًا ويجب أن تكون أماماً فهي في مدفع أخرى ومع أردت إلى بعض الهواء من المنزل اللعين ويجب أن تكون لدينا الله يجب أن تكون مدفعًا إنه ليس لك ماهي فيما عندما أتشار بيبي في مدى 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 ، مدى 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 مدى؟ مدى مدى؟ لا يوجد مشكلة. هذا لا يوجد رضو. الشيخ يقول مثلاً لأن المسح العورة تنقسم إلى باسمين. هناك حديثان. هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث قال مما سذكره فليتوطى وفي هديثي قال إنما هو عضو منك. إذن هذان الحديثان العلماء فرقوا بينهما. قال إذا أنت مسستك كمسك لباقي العضو عندما تقتسل مثلاً توضعت ثم اقتزلت توضعت ثم اقتزلت في أثناء غصلك يعني تمسح كل جسمك ومع العورة. هذا لا يوجد رضو قال لأنك أنت ما مسلت العورة كعورة كجسمك فقط. لكن إذا قصدت العورة ومسسته كعورك فهذا هنا يوجد الوضوع يعني. لأن المس ذكره. ذكره معناه لعملية العدو هذا. إذا نويت هذا ومسسته بمس خاص هذا يوجد الوضوع. أما يعني مسك يعني كذا ومس أولادك يعني تقسم لهم تلطف لهم هذا لا يوجد الوضوع. الوضوع الوضوع يوجد الوضوع باتيون في س quarاوات كما منتبوتという الصالحه الحديث التي فعلت بس فالسالسالسالسلح يقول أنه تأخذ هذا المشكلة أنatic ما ساقام بأقود هذه خلفات ساقام بأقود الشعب أنت لأنه student يفعل أيضا وخرج منتبول حديث أخذ صلى الله عليه وسلم وقال أنت أنت كانその منتبولة مجتمع بأقود ومن تخبق ما ساقام بالأقود لأنه تفعلت بأقود الشخصي يابعيدي مشا esqueات القدر فالن ощد أقل نريح الموضوع we've seen two moves the first one is if you touch it intentionally for the reason why people touch the private parts then that has invalidated it but if you touch it didn't work you were washing or you clean or you're doing anything then you really have that intention of touching for pleasure this doesn't invalidate the world شخصا يجب أن تسعب الناس معنا لهم نسو العمام So the chef said if the if they have got questions they should as well the questions forward I wanted to ask this as a confirmation the chef said that when you're doing wudhu I'm intending to do also to do wudhu beforehand however that's also just wudhu with also the extra steps because you've broken ويجب أن يكون محسنة فقط أريد أن تكون محسنة فقط أريد أن تكون محسنة من السنة لا يتواجد من السنة قبل كل محسنة تتوضى أولا ثم تتسف لا يتواجد وإذا فعلت ذلك بعد النهاية من السنة لا تحتاج إلى محسنة أنت متواضد يقول ذلك فالحظة شكرا فقط إذا لم أجد الماء ولم أجد التراب هنا مثلا فالتيمم عند فقدان الماء يكون بدلاً عن الماء سواء كان في الغسل أو في الوضوء التيمم يتيمم من شخص التيمم فقط سواء كان عن الغسل أو عن الوضوء فقط مثلاً يوم واحد عليه جنابه عليه جنابه لم يجد الماء فقط الماء يأتي إلى التراب ويمسحه وهكذا ثم ثم يمسحه هكذا كذا كذا انتهى كل عضو مقابل عضو مقابل أصبع كل عضو مقابل هذا خلاص انتهى عن الجنابه عن الجنابه عن الجنابه تفعل هذا وعن الوضوء نفسه يعني لا تكرر مرتين يعني الواحد فقط يعني بالجنابه من الجنابه ويسخه نعم مقابل فلا جنابه كما شكراً كما شكراً جنابه نعم مقابل كما نعم تيامم مواصل صغير بمواصل وتجاهص الخاص بالتأكيد لبعطيك الجيدة ثم يمزكيك تجاهز مواصل وكيفية أيضاً مواصل وتجاهزة و Gelayba إنه ان تشاهدتم عشرية و ف savage تجاهزة ولحماً وعندما يقولون أن يجب أن تفعل تيامم عماماً إذا كانت جنابة ولكن هذا ليس كذلك وإنه فقط أن هذا يكفي فيما يحدث فإذا لم تجد بثلاً إذا لم تستطع تستعمل الماء وصبت بمرض عندك مرض قيل لك لا تمس الماء عندها تستطيع أن تبحث لنفسك عن تراب نظيف أو تجتلب يتبع تشتري وتجعل في بيتك منها تستعمل وإذا لم يمكن هذا إذا لم يمكن هذا إذا لم يمكن هذا وكنت في مستشفى مثلا لا يجد لك أن تدخل التراب إلى المستشفى تأتي بأحجار أحجار ثلاثة أربعة خمسة أحجار في ساحل هنا يجعل أمامك تتأمم به وتسجي أحجار ثلاثة أربعة خمسة أربعة خمسة أربعة خمسة ثلاثة قلب وثيرها ثلاثة مستشفى ثلاثة غريوك فاصل شخصنا خلّ هذا وخلّ سيدي عند دارني دائرة أحبارات سنبريّة إقدار كثور إذا لم تجد أي حجر يعني أي شيء وأصبحت في حالة قطرية مثل المستجفة في السرير أحيانا لا تجد أي شيء فعندها تستطيع أن تستعمل الجدار إذا كان الجدار من التراب من الحجار يعني تقنيّة كان هو نفسه لحح لا يجد لنا إلا في حال الطرار حال الطرار لا ترتطر يعني لها حكم خاص حالة لها الطرار لا حكم خاص فسنع تططع مسرينك لكرسية طائرة حال الطرار حاجد تسمى حال الطرار لكن حال الاتيار يعني تبحث عن كل ما هو سعيد سواء طرار أحجار حاجد التي تأتي من رب يعني أحيانا أنا أحيانا أحيانا or made of stone so you must use that for tayammu any time you need to make tayammu but if you're in a situation in necessity type of situation that you need to make wudu and you need to make tayammu and it's not possible for you to find sand it's not possible for you to find stone you can find anything like walls made of cement and without like without paint or anything so in that situation it's called so in the state of necessity and in such case what you do is يمكنك تتتتتتتتتتت بفضل الشمس من المعرض لمن يمكنك تتتتتتتها هل يمكن أن يتواضع النار بماء والنهار؟ نعم، ماء والنهار هو أفضل، أنت تتواضع بماء والنهار هو أفضل، يعني إنه هو الكبير، ما شاء الله كيف كان الماء مليح؟ ماء والنهار والنهار كله جائز إمكاني المهور سبيل قانين، تخلص الملة من رسولا، إنتظاره إلى مطلق دو يمكنك أن يكون من المطلق دو للشاعة أنه يمكنك من المطلقة؟ بعد التقاتل滿 مريح يضيطي بماء والنهار أن يكون من المطلق دو لتطفير النار هل يمكنك أن يكون النهار؟ ؟ سُنَّه مُبْلَسِ وَاجِبَ أولاً قرارة تنمو نيَّة عندما تحبك يجب تنمو نيَّة يجب أن تحبك تنمو نيَّة وعندما تحبك تنمو نيَّة يجب أن تحبك نيَّة ليس فقط بسمِلَّة يجب أن تنمو نيَّة أي عبادة يتقرغ منه لله بدون نيّا لا تزحيح أي عبادة سألت عن وضوه سلاح حيث يومر كل عبادة بدون نيّا لا تزحيح إنما الأعمال بالنيّات يطاعد الشيخ says أي طاب of عبادة you want to do فالله سبحانه وتعالى you must have your intention before you commence the عبادة أي طاب of عبادة بيه وضوه بيه الصلاة بيه anything you want to do you must have the intention before رسول الله صلى الله عليه وسلم says verily every actions shall be judged and recorded due to their intentions بارك الله فيكم زر الله خير بارك الله بطل إذا كانت المرأة تتولط هل يكفيها أن تغسل نقول ثلاثة من أربعة أو نقول ثلاثة الرجع من شعرها تمسح أو لا بد من أن تمسح الكل الشعر الذي يمسه هو ما يحالي الرأس ما يقرب الرأس فقط الذي يزل من الرأس لا يمسح لأننا نحن أمرنا بمسح الرأس ليس بمسح الشعر إذن الرأس والشعر الذي فوق الرأس نمسح المرأة تمسح إلى هنا فقط لكن الذي ينزل لا يمسح الواقع اللهم اشتركوا في القناة وبعد ذلك، لا يوجد مجموعة لك أيضا شكرا مع هذه المسؤولة، مثلما، إذا كنت أخذ الناس، هل يجب أن تتحرك الناس؟ أو يجب أن تتحرك الناس؟ لأنك لا تستطيع أن تتحرك الناس، نقول هذا ليس بشرط أن يمسح الجسم يمسح الرأس فقط، فوق فوق فقط هذا ليس من الشرط، هذا فقط الذي يدخل فيه لأن هذا من الوقت يجب أن يغسر ياتح المسح، ولكن هذا من غسر، لأنه في الوضوء، لأنه ليس قو exists. وهذا الوقت يتحدث أن تتening المسح لا يستطيع أن تتمنى الانفره كل شيء توجي según يتمنى أسل، أنا مسح لا يستطيع أن يغسر عدد كل رائعات حتى الانتقال أن تكون مرة هدى مينة أو ممتع ونحن تفعل مدرسل تجربين رائعات حتى الانتقال أن تكون مرة هدى مينة الآن كانت قد تحديث عن الاشتراكات المترجم للعودة لقد تتطورها ومع ذلك لن تأخذها أو أن تتجربها ؟ من المترجم إلى الرحمن ثم يتجب سنة 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 المترجم للعودة سنة 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 صحيح ومعكة في المصادر كان يقول أنني املك الغناء الكثير من المكتبين هل لا يجوز مرة أم لا يجوز مرة إذا غسلت وجهك عليه لا يجوز إذا أخذت منه تتوضع يجوز مثل السحن الكبير الذي يغسل به هو يريد أن يمسك الماء هنا فيتوضع عليه من السحن إذا كان تأخذ الماء منه هذا يجوز لكن لا تتوضع فيه تتوضع منه وأن الشيخ يقول أنه يجب أن يتوضع بلادًا يجب أن يأخذ الماء وكذلك يجب أن يجب أن يتوضع يجب أن يجب أن يجب أن تخذ ويجب أن يتوضع إذا قد يجب أن يجب أن يكون يجب أن يدعها لا تستطيع فهو من مرأة الحائفة كانت تنام أن تتوضى العبوء جمهور العلماء قال يحرم عليها أن تتوضى حرام عليها بعض العلماء قال كما يجوز لجنوب أن يتوضى فينام يجوز لها أن تخفف عن نفسها لكن القوى دائفة الجمهور العلماء قالوا حرام يعني تتوضى لأنها حرام عليها هذه البادة نعم 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 سنة حيث كانت تتوضى كانت تتوضى كانت تتوضى كانت تتوضى فقط نعم كانت تتوضى حيث كانت تتوضى السيدة كانت تتوضى وضو كانت تتوضى بفرق الفيورة وضو كانت تتوضى فقط سنة حيث وضو نعم فقط فقط هذه البادة فقط لا تتوضى فقط لا يمكن أن تفعلها لا يمكن أن تفعلها لأجلسك المكان موجود في السوق في المكان العمل في المكان التعليم موجود يجود لها أن تختلط مع البنين وتتعلم لكن تحافظ على عدمها وعلى حجامها وعلى إيمانها وعلى عدم المسح لهم شباب يعني تكون مهدبة في مكانها وتتعلم لا نقول لها يعني لا تدب للفصل وإذا كان فيها رجلان لا يمكن أن يقبال هنا سبحانه ، سبحانه قمونا سبحانه شخص سبحانه صلى الله عليه وسلم إنها حرام سيارة في المحوط الأسفل كما تتخلط في المكسجد في المسجد في المكتب في السبب في المكسجد في المكسجد إنها تقول أن تقول أنك لا تذهب إلى المنزل لا تتقلط في المنزل فملكم الشيخ said no it's not like that so as a sister she has to make sure she ensures her chastity and she doesn't move close to where the brothers are intentionally without any reason but if she has to learn from someone, has to take some benefit from someone or something else that's going to benefit her in any way she should actually do that with self respect and with modesty so but for us to say she shouldn't go to classes because the lecturer is a male, she's got male classmates and what not so that's not sharia in this kind of place in this kind of country, this kind of continent so she has to go to class she has to attend lectures, she has to do stuff but make sure she keeps the distance as much as she can so does discharge, I don't know what they call discharge discharge, does it break the water be dia what is the Australian which is the Australian or let itkö what you call pani ya how is it i think her how is it and stuff like what kann I mean it could be in this 떡 aierto أولاً كل ما يخرج من هذا النوع ينقذ الوضوء لكنه ينقسم إلى ثلاثة مني، مذي، وودي المني هو الذي يأتي مع الشهوة بقوة وهذا طائر لكنه يجب الغصر والمذي هو الذي يأتي بعد الشهوة يحس بشهوة عندما ينزل الوضو يسيل منه ويأتي غالباً من النساء وهذا لا يجب الغصر لكنه نجس لا بد من مثل البول والوضو يأتي من التعب الواحد يكون في شغل الشعب عندما ينزل الدور المياه ينزل منه هذا نجس كذلك وهذا أخيراً لا يجب الغصر لكنه نجس الشيخ يقول 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 شيخ يقول شений الشيخ يقول الشيخ يقول وهنا نريد مداما السؤال جاء من السيدات البلل الذي يأتي من المرأة الرطوبة التي تأتي من المرأة إذا كان قليلا فلا حكم له لكن إذا يتجاوز كل الثقل ويمشي إلى تحت فهنا نقول له إنه نجس لا بد أن تتحافظ عليها هنا نفكر هل يأتي مرة ثم مرة ثم مرة نقول له نجس حافظ عليها يعني كلما يأتي لا بد مثل البول يعني أن تنظف نفسها لكن إذا يستمر دائما الاستمرار نقول لها إنها ثلاث هذا مرض يعني فنقول لها تداوم عندما يخيل وقت الصلاة تذهب إلى دور الهياة وتنظف نفسك تنظف نفسك وتتغطئين وتتصلين وهو يسير ما في مشكلة يعني مثل ثلاث البول يعني المرأة الذي يأتي من البول دائما مثل هذا يقول هذا المسترد من بعض أصدقاء نقول أنه إن أخواننا جدا فعلا أصدقاء جدا فالشر داني قد أصدقاء ه أنات بذكو.. يأتي بذكونا على مدين peppers it can happen to you it can happen to you when you just got it running from under you so in such scenario what you do is anytime she wants to perform so-marsia she should always go make Wudu and perform. if she still keeps dropping or running then she shouldn't pay attention. but after that she wants to perform another prayer she must make sure she ويقوم بتغييرها ويقوم بتغييرها ماذا قال؟ ما قال؟ إنه مجموعة، يمكن أن يبلغ الحل لا يمكن أن تكون صعبا كنت صعبا فقط تحابذ عليها لا تضر نفسك طبعا يرفع إلى الفوق لكن لا يوجد مشكلة الشيخ قال إن كنت لا تستمتع إنه ممكن أن تغيير الماء فهو يجب أن تستمتعه ما قال الفقر كيف يمكن أن المرأة أن تتوب من الزلع ويقال إذا كان زوج وزوجة إذا كان من أهل الزنا قبلا وهل يسح عقدهما؟ التوبة عن الزنا مثل التوبة عن باقي المنور يعني أربع شروط توقف الزنا الآن لا تكون في الزنا وتتوب لا توقف وتعزم أنك لم تعود إلى الزنا ثم تندم عليها تقول هذا لماذا نفعل توقف فتندم لا تكون فرحانا به ثم تتوب إذا توبتها مقبولة إن شاء الله والشخص والرجل والبنت مثلا إذا تعارف على الزنا ثم يريدان أن يتزوج لا يجوز الزواج بينهما إلا بعد التوبة مثلا هذا الولد ذهب مع تلك البنت بالزنا لا يجوز له أن يتزوجها لابد أن يوقف هذا ويتوب إلى الله ويوقف الانتصال معها ثم بعد تسعيل التوبة بعد ذلك يطلب الزواجهة فتندم لا يتزوجها ثم بعد تسعيل التوبة فتندم لا يتزوجها 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 لا يتزوجها قال إذا كان في الأرض وسخ وهل ممكن يغسل الشق العمل ثم يرقل نعل عمل ثم يغسل رجله في الحذاء وفي النعل ثم يغسل الثانية ويرقل في الحذاء أولا شيء الوضوء صحيح لكن هل يجوز المسح على الخف بعد ذلك هذا هو نحل الخلاف إذا غسلت رجل واحدة ولبست الخف ثم غسلت الرجل الثاني ولبست الخف هل يجوز لك أن تنسع عليهم بعد ذلك؟ على محمد الخلاف لأن عندما لبست هذا وضوء غير كامل كان نابس ثم بعد ذلك أكملت الوضوء والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمغير المشعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإلا خلاف لأدخل الوضوء فإني أدخل لكن لا من تنسع فقط هنا الكثير من اللماء قال النهاء يجوز لك أن تنسع عليها لكن المسح ليس المشعب شيخ قال أنه في هذا الفور أن الوضوء مهم니다 إذا كنت تفعل الوضوء بإمكانك المسح أولتي وتضع قطع 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 قطعة making لكن إذا هل هو يعطون قطع 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 من يس hoy فيها بلدتك أن للمشاهد في هذا أكثر شيخ سيئًا إنه سيئًا لدى سيئًا سيئًا لديك المخصص . لكي كما أنه شخص لددك لددك، لأنك في هذا المخصص�痛 بأسظل لدك أنه قضيتها في الملكتبير وقضتها في الملكتبير ه متذكولًا في شخصه في الملكتبير فإن كانت تغيير لددك ثم يه mielمكتبن عذر بإسجار الظارات في الخطوة والناس المترجم للقناة 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 المترجم للقناة